بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية التعليم القائم على الجدرات أهلا بكم في لقاء جديد وطلبة الصف الثالث من المدارس الثانوية الزراعية برنامج فني إنتاج محاصيل الحق في هذا اللقاء إن شاء الله نستعرض معكم وحدات الفصل الدراسي الثاني ولكن قبل أن نستعرض هذه الوحدات أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث علي أن أنا أذكركم بأن لم يبقى من تطبيقك وانتهاءك من وحدات البرنامج الخاص بك إلا وقت قليل اجتهد في هذا الوقت تابع برامجنا التي تبس في برنامج في بيتنا مدرسة وركز في الخريطة الزمنية الخاصة بما يبس على هذه القناة من حلقات خاصة بالتعليم الزراعي على وجه الخصوص والتعليم الفني على وجه العموم أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث حينما أذكركم بالتقييم النهائي فإننا بنشد على أيديكم وبقول أن خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني عليك أن تستكمل ملف الإنجاز الخاص بك بأدلة التعلم الخاصة لتقييمك في الوحدات المتبقية اللي إحنا هنستعرضها للوقتي بعد ما أنجزت وعديت بوحدات الفصل الدراسي الأول بجدارة وحصلت على أنك طالب جدير في هذه الوحدات يتبقى لك وقت بسيط حتى تكتاز باقي وحدات البرنامج وتكون اكتملت كل وحدات البرنامج اللي هي وحدات الصف الأول ووحدات الصف الثاني ووحدات الصف الثالث وتكون مؤهل للتقييم النهائي اللي إحنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة الأيام القليلة القادمة حتخضع أنت لاختبار تجريبي لما يسمى بيئة المهمة اللي هو بالضبط حيبقى نفس الطريقة اللي هي حتبقى أنت تخضع لها في التقييم النهائي في نهاية العام والمهمة اللي أنت أبناء وبناتي في سنة ثالثة حتخضع لها هي طريقة لتقييمك فيما درسته في البرنامج الخاص بك اللي إحنا بصدده النهاردة اللي هو برنامج فني إنتاج محاصيل الحق اللي إحنا درسنا فيه وحدات في الصف الأول بالكامل خلال فصل الدراس الأول والثاني ثم انتقلنا بعد كده لأنك أنت كنت طالب جدير فانتقلت للصف الثاني ودرست وحدات الصف الثاني في الفصلين الدراسيين الأول والثاني وحصلت على طالب جدير لتنتقل منها إلى الصف الثالث اللي إحنا النهاردة إن شاء الله حنستعرض وحداته خلال الفصل الدراسي الثاني اللي هي تتكون من مجموعة من الوحدات ولكن قبل أن نستعرضها زي ما أنا بقولك عليك أن تجتهد في الفترة المتبقية وأنك تتابع وديت أنا بنوصي بها أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث إنك أنت تتابع ما يبسع على في هذا البرنامج في بيتنا مدرسة من حلقات تعليمية سواء خاصة بالصف الأول أو الصف الثاني لنفس الإطار بتاعك على أساس أنت جاهز وتذكر نفسك بالمهارات اللي أنت خلاص أنت جدير فيها بالفعل لأنك انتقلت للصف الثالث ويبقى لك التقييم النهائي اللي أنت إن شاء الله تكتازه وتحصل منه على نتيجة طالب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية اللي هو التعليم القائم على الجدارات بالوقت هنستعرض معاك وأبناء وبناتي وحدات التي يتكون منها الإطار بتاعك في الفصل الدراسي الثاني وهي تبدأ بوحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول السكر زي ما أنتم شايفين أبناء وبناتي كده في الشاشة المعروض قدامك أول وحدة وهي وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل السكر اللي هو هناخد أصب السكر ليه؟ لأن احنا أخدنا محصول البنجر كمخرج من مخرجات التعلم الخاصة بهذه الوحدة في الفصل الدراسي الأول احنا بناخد دلوقتي المخرج التاني اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول أصب السكر الوحدة التانية اللي احنا ان شاء الله بصدد دراستها خلال الفصل الدراسي التاني أبناء وبناتي اللي هو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الزيت هندرس إن شاء الله منها مخرج واحد يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول دوار الشمس اتنين مخرج اتنين يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الفول السوداني زي ما احنا كده شايفين أبناء وبناتي المخرج رقم 3 يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول السمسم يبقى دولة 3 مخرجات حيشتملوا عليهم الوحدة اللي هي تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الزيت يبقى الوحدة الأولانية أبناء وبناتي اللي هي تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل السكر الوحدة التانية تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الزيت اللي هي فيها ثلاث مخرجات المخرج الأول مخرج اثنين مخرج ثلاثة اللي هو عباد الشمس أو دوار الشمس ومحصول السمسي ومحصول الفول السوداني وحدة اللي بعد كده اللي هي تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى اللي هو هناخد على سبيل المثال منها احنا أخذنا في الفصل الدراسي الأول يزرع محصول البصل أو إنتاج محصول البصل المخرج الثاني اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الحنة إلى جانب الوحدات التكملية أبناء وبناتي اللي هي تنفيذ العمليات الإنتاجية لنحن العسل وإدارة مشروع زراعي صغير ووحدة الحاسب الآلي يبقى ده هو كل محتوى الفصل الدراسي الثاني أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث زي ما أنتوا شايفين بنأكد عليكم علشان خاطر التبع عارف ومضمون الفصل الدراسي الثاني بتاعك عرضت عليك هو الوحدة الأولى يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل السكر هناخد منها يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول أصب السكر وأنا قلت لك أن محصول بنجر السكر إحنا درسناه كمخرج من مخرجات هذه الوحدة في الفصل الدراسي الأول الوحدة الثانية اللي هو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الزيت هناخد منها أبناء وبناتي تلت مخرجات إيه هو المخرج الأول؟ المخرج الأول اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول دوار الشمس المخرج رقم اتنين اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الفول السوداني المخرج رقم 3 بنأكد عليك وأبناء وبناتي المخرجات التعليمية الخاصة بهذه الوحدة يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول السمسم إلى جانب وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى اللي إحنا كنا أخدنا منها مخرج واحد في الفصل الدراسي الأول اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول البصل إحنا هنا في الفصل الدراسي الثاني أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث للفصل الدراسي التاني بناخد وحدة يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الحنة إلى جانب الوحدات التكملية طبعا قلت لكم ينفذ العملات الإنتاجية لنحل العسل إدارة مشروع زراعة صغير إلى جانب وحدة الحاسب الآلي أما نستعرض معاك وأبناء وبناتي لمعايير الآداء الخاصة بكل مخرج من هذه المخرجات السابقة على سبيل العلم أنك أنت تبقى فاهم يعني إيه معايير أنت هتخضع لها في التقييم بتاعك وهتقدم منها عليها دليل تعلم المعيار الأول لمخرج يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج أصب السكر واحد ينفذ زراعة أصب السكر بطريقة الترديم أو طريقة كومومبو وفقا للتوصيات الفنية ولما أقول معيار أبناء وبناتي طلب السنة الثالثة هنا بنأكد على أن هذا المعيار هتخضع فيه للتقييم وهتقدم فيه دليل تعلم المعيار الثاني يضبط الكسافة النباتية المطلوبة في أصب السكر وفقا للتوصيات الفنية المعيار الثالث يسمد أصب السكر بالمعدلات الموصى بها المعيار الرابع يروي أصب السكر حسب الاحتياجات كله ده احنا بنستعرض لسه المعايير الخاصة بالمخرج ولسه محفصلناش فيه ولا دخلنا في حاجة خالص احنا بس بنعرفك محتوى المخرج ده هو من معايير المعيار الخامس يربط قصب السكر لمقاومة الرقاة بطريقة السليمة اللي هي التربية السلسية زي ما احنا هنهريك بعد كده أثناء شرحنا وتناولنا لهذا المعيار المعيار السادس يحدد علامات نطج أصب السكر حسب الغرض من الزراعة المعيار رقم سابعة يحصد أصب السكر بالطريقة السليمة ده بالنسبة للمخرج الأولاني في وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل السكر نجي نتكلم على معايير الخاصة بإنتاج محصول دور الشمس وأنا بنستعرض هذه المعايير بذكرك أننا بنستعرض فقط من باب أننا أعرفك محتوى الوحدات بتحتك وكل مخرج عندك بيشتمل على معايير إيه ثم هنبدأ بعد كده نفصل معاكم واحدة واحدة كل معيار وإزاي نقيم هذا المعيار وإزاي نؤديه بطريقة سليمة وإزاي تكون جدير أثناء تقييمك في هذا المعيار المعيار الأول من وحدة يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج دور الشمس واحد يحدد موقع دور الشمس في الدورة الزراعية من حيث معاد الزراعة اتنين ينفذ طريقة الزراعة المناسبة وفقا لنوع الأرض ثلاثة يحدد طريقة الزراعة المناسبة وفقا لطريقة الزراعة زي ما نشايفين أبناء وبناتي كده قدامكم عايزين نركز شوية مع بعض عشان خاطر هذه المعيير مهم جدا أنك أنت تفهمها لشان وإحنا بنستعرض هذه المعيير أثناء تناولنا بالشرح إلى هذا المخرج يبقى أنت فاهم يعني إيه معيار خلاص انت بقيت راجل خلاص قربت على التخرج يجب أن تكون فاهم يعني إيه معيار ويعني إيه دليل تعلم مطلوب لتقييم هذا المعيار المعيار رقم أربعة ينفذ برنامج الرأي المناسب حسب نوع الأرض ومناخ المنطقة معيار رقم خمسة ينفذ مكافحة الحشائش يدويا أو ميكانيكيا دون الإضرار بالنبات وده الشرط مهم جدا دون الإضرار بالنبات المعيار رقم ستة يتعرف على علامات نطق دوار الشمس وفقا لمرحلة الحصاد المعيار رقم سبعة ينفذ عملية الحصاد اللي هو يعتبر آخر معيار من المعايير الخاصة بإنتاج دوار الشمس ننتقل بعد كده للمخرج الثاني اللي هو إنتاج محصول الفول السوداني يجتمل هذا المخرج على مجموعة من المعايير المعيار الأول فيه يحدد موقع الفول السوداني وفقا لموسم الزرع المعيار رقم اثنين يحدد كمية التقاوي المناسبة حسب التوصيات المعيار رقم ثلاثة أبناء وبنادي ينفذ التلقيح البكتيري ومعنا مضمون التلقيح البكتيري إحنا طبعا عد علينا التلقيح البكتيري في محاصيل البقولية كلها اللي هو معاملة التقاوي بالبكتيريا الخاصة اللي هي اسمها العقدين والتي تساعد في تنشيط عمل العقد البكتيرية الموجودة على الجزر مما يؤثر على المحصول الناتج من هذا الصنف أو من هذا المحصول بعد معاملته بالتلقيح البكتيري معيار رقم أربعة ينفذ زراعة الفول السوداني بالطريقة الموصى بها معيار رقم خمسة ينفذ برنامج الري وفقا لنوع التربة ومناخ المنطقة معيار رقم ستة ينفذ برنامج التسميد وفقا للمعدلات الموصى بها بذكركم أبناء وأبناء الأبناء اللي لسه داخلين الحلقة وامتابعين إن إحنا بنستعرض مع بعض وحدات الفصل الدراسي الثاني وبنستعرض يعني بنعرفك على ما تحتويه وحدات الفصل الدراسي الثاني من مخرجات وكل مخرج يحتوي على معايير إيه إحنا دلوقتي بنستعرض مع بعض مخرج الرقم اتنين إنتاج محصول الفول السوداني اللي هو المعيار الرقم سبعة يكافح الحشائش يدويا أو كيماويا دون الإضرار بالنبات معيار رقم تمانية يتعرف على علامات نطج الفول السوداني المناسبة للحصاد المعيار الأخير ينفذ حصاد محصول الفول السوداني بشروط نتكلم على المخرج رقم ثلاثة اللي هو إنتاج السمسم فيه معيار واحد اللي هو بيكلم على يحدد موقع السمسم في الدورة الزراعية وفقا لموسم الزراعة معيار رقم اتنين ينفذ زراعة السمسم وفقا لطريقة الزراعة الموصبها معيار رقم ثلاثة يضبط الكسافة النباتية لمحصول السمسم وفقا للصنف المنزرع معيار رقم أربعة يكافح الحشائش يدويا أو ميكانيكيا معيار رقم خمسة ينفذ برنامج الري المناسب للسمسم وفقا لمناخ المنطقة ونوع الطربة المعيار الأخير اللي هو ينفذ حصاد السمسم وفقا لعلامات الحصاد ننتقل معاكم إلى آخر وحدة اللي هو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الحنة بنتكلم على معايير الأداء فيها معيار رقم واحد يحدد موقع الحنة في الدورة الزراعية محصول الحنة في الدورة الزراعية وفقا لمدة مكسل محصول في الأرض اتنين يحدد كمية التقاوي المناسبة وفقا لطريقة الزراعة تلاتة ينفذ طريقة الزراعة وفقا لنوع الأرض آخر معيار ينفذ عمليات الحصاد في العمر المناسب نبدأ مع بعض أبنائي وابناتي في المعيار رقم واحد اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول أصب السكر ونذكركم بقى بدي ندية أول مخرج في وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول أصب السكر اللي احنا هنبدأ معاكم فيها إن شاء الله خلال الفصل الدراسي الثاني أبنائي وابناتي يلا بينا نستعرض مع بعض زي ما نشوفين كده على الشاشة المعايير الخاصة بإنتاج محصول العصب المعيار الأول ينفذ زراعة الأصب بطريقة ترديم المعيار الثاني يضبط الكسافة النباتية المطلوبة في أصب السكر وفقا للتوصيات الفنية المعيار رقم ثلاثة يسمد أصب السكر بالمعدلات المصابة معيار رقم أربعة يروي أصب السكر حسب الاحتياجات المائية المعيار رقم خمسة يربط أصب السكر لمقاومة الرؤات معيار رقم ستة يحدد علامات النبج المناسبة المعيار الأخير اللي هو يحصد أصب السكر هنا أنا ما استعرضت معاك المعايير لازم على طول أتبع هذه المعايير بأدلة التعلم اللازمة ليه علشان وأنا بشرح الوحدة دي يبقى أنت فاهم كل معيار مطلوب له إيه من أدلة التعلم علشان خاطر تتقيم فيه يقولك مطلوب دليل تساؤل في صورة بطاقة ملاحظة لجميع المعايير يبقى أنت في جميع المعايير هيبقى مطلوب منك أنك أنت تؤديها بشكل عاملي من خلال ما يسمى بطاقة الملاحظة اتنين مطلوب دليل تساؤل في صورة اختبار شفهي لجميع المعايير تلاتة مطلوب دليل تساؤل تحريري أو اختبار تحريري لجميع المعايير هنا قبل ما هتكلم أبناء وأبناتي في محصول الأصب في الصلاة اللي معروض قدامك لازم أركز معاك على أن أنا لما أستعرضت المعايير بتاعة المحصول أو المخرج بتاعي اللي أنا بصدد دراسته أول مخرج من المخرجات اللي إحنا إن شاء الله حندرسها في وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصيل السكر اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول قصب السكر أنا استعرضت معاكم المعايير بتاعة المخرج ده ثم على طول قلتلك تقييم أو أدلة لازمة لتقييم هذه المعايير قلتلكم أن في أدلة التعلم قد تكون بطاقة ملاحظة قد تكون بطاقة مراجعة منتج قد تكون دليل تساؤل تحريري وقد تكون دليل تساؤل شفوي في هذا المخرج اللي هو إنتاج محصول القصب أنت مطالب بتلت أدلة تعلم هتخضع في تقييمك لهم الدليل الأول بطاقة ملاحظة لجميع المعايير بطاقة ملاحظة في جميع المعايير الدليل الثاني وهي دليل تساؤل شفوي لجميع المعايير الدليل الثالث دليل تساؤل تحريري في جميع المعايير تقول لي طيب طيب ليه مش كفاية دليل واحد من أدلة التعلم علشان يحكم علي المقيم بتاعي او الاستاذ بتاعي ان انا جدير اقول لك ابناء وبنات ان تنوع الادلة هنا من مصلحتك انت كطالب علشان خاطر يبقى عندك فرصة اكتر من فرصة في انك انت تثبت للمقيم انك جدير في هذا المخرج يبقى انت لما تخضع الى التقييم في اكثر من دليل من ادلة التعلم ده شيء في صلحك ليه يعني انك انت هنا بيبقى عندك فرص متنوعة اكثر من فرصة ايه بقى انت عندك بطاقة ملاحظة في المعايير كلها من خلال ادائك لهذه المعايير وفقا للشرط اللي هو المعيار مشروط به في اثناء ادائك للمعيار يبقى هنا انت هتخضع لعمل التقييم جدير او غير جدير بعد طيب بعض المعايير اخرى هتبقى محتاجة ايه هتبقى محتاجة لكل المعايير بتاعة المخرج ده هو اللي بدليل تساؤل تحرير وايضا دليل تساؤل شافوا يما نيجي بقى نتكلم على اول معلومة تخص محصول قصب السكر هنقول ان هذا المحصول يزرع في مصر كمحصول معمر ويزرع في معادين اتنين والغرض من زراعته هو انتاج السكر اللي احنا بنحاول كدولة نوفر احتياجاتنا من السكر ونحقق الاكتفاء الذاتي وهنا نتذكر المحصول الاخر اللي هو محصول بنجر السكر هو انه محصول تكميل مكمل للأصب لان محصول الأصب هو المحصول الرئيسي في انتاج السكر في مصر وحينما ادخل محصول البنجر ادخل كمحصول مكمل للأصب وليس منافسا له لان محصول الاصب ابنائي وبناتي لما نجي انقرنه بمحصول البنجر هنلاقي ان محصول القصب يمكس في الارض اكثر من ثلاث سنوات اذا هو محصول معمر اما محصول البنجر محصول حول بيقعد في الارض الموسم الشتو فقط محصول الاصب يستهلك كمية كبيرة من المياه محصول البنجر يستهلك كمية قليلة بالنسبة للأصب محصول الاصب بيقعد بياخد حوالي اتناشر راية محصول البنجر من اربعة الى ست ريات او اربعة الى خمس ريات متوسط خمس ريات ولا يستهلك كمية مياه كبير الى جانب ان محصول البنجر يزرح في نطاق واسع من الاراضي وخصوصا الاراضي الجديدة والمستصلحة والاراضي التي بها نسبة من الملحية هذه الاراضي لا تناسب محصول الاصب يبقى من هنا ابنائي وبناتي احنا بنتكلم على محصول الاصب انه احد المحاصيل الاساسية في انتاج السكر في مصر وهذا المحصول ينتج منه ايضا منتجات سنوية زي ايه؟ زي الملاس وزي العسل الاسود وهي منتجات من المنتجات السنوية التي تنتج اثناء انتاج السكر الى جانب الورق يصنع من المصاص او اللوب بتاع القصب الناتج من عملية العصر لان انا عندي اثناء عملية التصنيع بيتم عصر العيدان لوصول العصير الناتج على مرض دخوله في تنكات درجة حرارها عالية جدا كمرحلة من مراحل تصنيع السكر يبقى انا اللي يهمني هنا ابناء وابناتي زي ما سنعرض عليكم دلوقتي الاهمية الاقتصادية لمحصول الاسب زي ما انتم شايفين كده على الشاشة يعتبر اهم مصدر من مصادر انتاج السكر في مصر يبقى من نسبة للاهمية الاقتصادية للاسب زي ما انتم شايفين ابناء وابناتي يعتبر اهم مصدر من مصادر انتاج السكر يستخدم كعصير طازق وصناعة العسل الاسود مخلفات القصب تدخل في صناعة الورق والخشب الحبيبي يستخدم الملاس في تغزية الحيوان وكذلك الأوراق والقمة النامية تستخدم في تغزية الحيوانات أيضا يدخل في صناعة الخل والخميرة وكحل الإيصايل وبعض الأحماض استخراج الوقود الحيوي كوقود للسيارات يبقى أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث كما نجي نتكلم على الأهمية الاقتصادية لمحصول القصب زي ما احنا شايفين كده هذا السكر كمنتج أساسي يزرع من أجله هذا المحصول في أصناف السكر وهناك أصناف أخرى بتسمى الأصناف اللينة اللي هي أصناف العصير اللي هو بيستخدم فيه إنتاج العصير الذي يستخدمه الإنسان في رش مباشر على طول اللي هو عصير القصب إلى جانب أن مخلفات القصب تدخل في صناعة الورق والخشب الحبيبي والقمة النامية اللي اسمها الكلوح تستخدم فيه ترزية الحيوانات إلى جانب أنه يدخل في صناعة الخل والخميرة وكحول الإصيل وبعض الأحماض ويستخرج أيضا منه الوقود الحيوي إلا أن أنا دايما بقول أن الوقود الحيوي يجب أن نستخدم فيه المحاصيل الاستراتيجية حتى لا تحدث مشاكل في المجتمعات وخصوصا المجتمعات الفقيرة يجب أن نتكلم على بعض من المنتجات الأصب زي ما أنتم شايفين أبنائي وبناتي هذه السكر كمنتج أساسي ورئيسي العسل الأسود العصير وبعض المنتجات الورقية زي ما أنتم شايفين كلنا نستخدم هذه المنتجات وبعض المنتجات الغذائية وأنواع من الخشب الحبيبي ولوب الورق زي ما أنتم شايفين كده يبقى دي بعض المنتجات التي تنتج من محصول الأصب الانتاج المحلي من الأصب يزرع القصب في مصر على مساحة كام؟ أبنائي وبناتي بص كده يزرع على مساحة تلتمية واربعين ألف فدان تقريبا يبقى لما نتكلم على مساحة القصب المتجرعي في مصر حوالي تلتمية واربعين ألف فدان ينتج الفدان أو تنتج إجمالي خمستاشر مليون طن بمتوسط خمسة واربعين طن للفدان يبقى فدان الأصب بينتج من العيدان خمسة واربعين طن للفدان الواحد يورد خمسة وتمانين في المية من هذه المساحة إلى مصانع السكر وتسعة في المية تستخدم للعصير واربع في المية لصناعة العسل الأسود واثنين في المية يستخدم كتآوي يبقى أنا بنستبقى على كمية من هذا المحصول علشان نستخدمها تآوي في الزراعة في العام القادم في معاد الزراعة المناسب والمساحة المنزرعة بيستخدم منها حوالي تسعة في المية في إنتاج العصير واربع في المية في صناعة العسل والباقي يورد لإنتاج السكر اللي هو بما يعادل خمستاشر مليون طن سنوياً معدل إنتاج الفدان خمسة واربعين طن أما نيجي أبناء وأبناتي نوصف الوصف النبادي القصب الجزر بتاعه جزور عرضية وأنا عايزة كده هتركز معايا في الشكل اللي قدامك ده هوت أبناء وبناتي المعروض قدامك على الشاشة أدي مجموعة الجزور العرضية زي ما نشوفين كده أدي الجزور العرضية وأدي السلاميات القاعدية من القصب هنا الجزور بتاعة القصب جزور عرضية تموت بعد فترة ويحل محلها جزور أصلية ليتغزى عليها النبات وتكون مصدراً لإمداد النبات بالماء والعناصر الغذائية الجزور الأصلية تنمو من العقد القريبة من سطح الطربة وهي تتعمق لأكثر من 180 سنط في الأرض يبقى أنا لما أعرض عليك أبناء وبناتي هذه الصورة أقصد بيها أنك أنت تتعرف على المجموع الجزري للأصب أنه بيبدأ بجزور عرضية هذه الجزور العرضية تستبدل بجزور أصلية تتعمق في الأرض العمق كبير جداً قد يصل إلى 180 سنط ومعظم الجزور بتكون في عمق 60 سنط تقريباً الساق الساق قائمة طولها يصل إلى 2 إلى 5 متر تخيل معي بقى طول سيقان الأصب من 2 إلى 5 متر والسيقان القصب مصمطة مصمطة يعني مفهاش فراغ أبناء وبناتي تتكون من عقل وحقول لك يعني عقل كل عقلة تتكون من عقدة وسلامية ويختلف لون الساق حسب الصنف أنا بقى حنتقل معاك أبناء وبناتي للصور الموجودة دهية علشان تشوف أدي السيقان بتاعة الأصب مقسمة إلى عقد وسلميات شايف ده ديت سلمي ده كده الجزء ده سلمي وديت عقدة وديت إيه عقدة ودي لون تاني من ألوان أصناف القصب حسب إيه الأصب دي اسمه جامايكا أو خد الجميل اللي هو الساق بتاعته ببالون إيه لونها أحمر ودي من ضمن الأصناف اللينة اللي هي بتستخدم في العصير لإنتاج العصير بتاع الأصب أما هذه الأصناف تستخدم في إنتاج السكر طب العقل بقى إيه هي هذه العقلة زي ما نشايفين لإن إحنا حنرجع يا جماعة لهذه الصورة ونستخدمها بعد كده أثناء تجهيز التقاوي لإن التقاوي الأصب عبارة عن عقل العقل جزء من الساقدة يبا الساقدة هوت بيتكون من عقد وسلميات في فرق بين العقدة وبين العقلة العقدة اللي هي أبناء وبناتي دي اللي هي الجزء اللي يفاصل ما بين السلميتين إيه بقى دي سلمية بص معايا كده ركز معايا أهو خلينا هين دي سلمية هيت مع المؤشرة هوت دي سلمي كل جزء ده اسمه إيه سلمي طب فين العقدة بقى العقدة أدي هيت أدي عقدة هيت وأدي عقدة هيت يبقى دي اسمها إيه سلمي وهذه العقد يوجد عليها براعم هذه البراعم هي التي تنمو لتكون النموات الجديدة من التقاوي يبقى أبنائي وبناتي أنا حبيت أخذ شوية وقت عندي لما أجد أتكلم على الساق أدي الساق بتاعة الإيه الأصب يتكون من عقد وسلميات والقصب يختلف الساق بتاعة يختلف لونه من صنف إلى آخر والعقد بتتكون من سلمية وعقدتين ننتقل بعد كده إلى الأوراق زي ما أنت شايفين أبناء وبناتي أدي الورقة شكلها أهي قدامك واضحة خالص وأنا كده لما بعرض كأن المجموع الخضر موجود في إيدك قدامك ركز خالص وأنا مش هنستعجل ومش هننتقل من الصلاة ده لصلاة آخر إلى لما أنت تكون استوعبت الشكل وخزنت الشكل في زاكرتك الأوراق متبادلة على الساق تتكون من النصل والغمد ويوجد بينهما لسين حنفصل ده على الصورة يغطي الورقة طبقة من الشعيرات والأوراق المسنة تسقط وهذا دليل على نطج السلامية التي أسفلها يبقى أبناء وبناتي لما نجي كده نشوف الأوراق هنلاقي الأوراق متبادلة على الساق بص معا كده تساقوا وأنا حبيت أصور الجزء العلوي ده علشان أوضح لك الأوراق أدي كده شوف الورقة أهي أدي ورقة وشوف الورقة التانية فين متبادل طب بص كده الورقة اللي بعدها أهي بص كده أبناء وبناتي وأدي الورقة اللي بعدها يبقى الأوراق إيه متبادلة هتكونوا الورقة من إيه بتتكون من نصل أدي النصل لهو بص معايا ركز معايا أبناء وبناتي طالبة الصف التالي أدي النصل علشان لما يجي أقولك فين النصل بتاع الورقة أهو النصل لهو طيب طيب فين الغمد الغمد اللي هو الجزء اللي هو بيكون حاول السلامية ده هو يبقى ده النصل كده وده الغمد وفي بينهم ايه لسين علشان يمنع ما يبصوا ابناء وبناتي لو انت حطيت هنا مية كده حتيجي في جلج ازي ده وتقف يبقى تنحصر ما بين النصل والساق ولا تسقط بين الغمد والسلامية حتى لا تؤدي الى تعفونها وإصابتها بالامرات يبقى هنا اللسين ده هوت علشان يحمي الساق من سقوط الماء بداخله لان نشوف الورقة ده كده المية بتتجمع كده هوت وتنزل الحاد كده تبقى تنحصر ما بين الساق وبين الغمد ويمنعها اللسين نجي نتكلم بعد كده ابناء وبناتي على النورة النورة تسمى دالية طرفية زي ما احنا شايفين كده هنتكلم الاول فيه تفصيلا تتكوى من اتناشر الى اربع وعشرية تتكون بعد اتناشر الى اربع وعشرين شهر ابناء وبناتي من الزراعة يعني حوالي من سنة الى سنتين تبدأ القصب في التزهير القصب لا يزهر في مصر ولكن انا حبيت اعرض لك شكل النورات بتاعته علشان تتخيل شكل نورات الازب طيب ابناء وبناتي هنا النقطة ديك تحتاج مني الى تفصيلة صغيرة لان انا لما بعرض عليك الصورة انا لزامني انك انت تتزود بي المعارف وبالمهارات اللي هي بتعينك على استيعاب المهارة اللي انت هتطالب بها هنا لما باجا اقولك هل الازب بيكون ازهار وبزور في مصر طبعا لا القصب لا يكون بزور في مصر ولكن قد يزهر في الوجه القبلي حينما تزيد درجة الحرارة وترتفع درجة الحرارة ممكن جدا الازب يزهر ولكن لا ينتج بزور زي بالضبط زي البنجر فاكرين لما كنا بنتكلم على البنجر ونقول ان البنجر يحتاج الى درجات حرارة مخفضة لذلك فهو لا يزهر في مصر ولا ينتج بزور وتقويه تيجي منين ابناء وابناتين سؤال ده منين خانت بتيجي من الخارج بتستورج من خارج طب القصب القصب برضو ما بيعملش جزور هل نستورد تقويه من الخارج اقولك لا هي فرق كبير ما بين تكاثر القصب وبين تكاثر البنجر القصب بيتكاثر بالعقلة اما البنجر يتكاثر بالثمرة او بالبزور يبقى هنا لما بنجر نتكلم على النورة النورة دالية طرفية تتكون من 12 الى تتكون بعد 12 الى 24 شهر من الزراعة القصب لا يزهر في مصر ولو تكونت اظهار القصب في الوجه الابلي لا تكون بزور لعدم توافر الظروف المناخية قبل ان نستعرب الاصناف ابنائي وابناتي انا احب ان انا اركز معاكم في السلايت اللي عدى اللي هو اظهار القصب زي ما انا قلتلك ان القصب كمحصول يحتاج الى درجات حرارة عالية لتزهيره وبالتالي فهو قد يزهر ولكن لا يكون بزور يبقى الاصب قد يزهر ولكن لا يكون بزور في مصر وده نقطة مهمة جدا انا عايز افصلها معاكم ابنائي وابناتي طلبة الصف الثالث ان قصب السكر في مصر زيه زي البنجر ولكن عكسه في الاحتياجات المناخية لما كنت بكلمك في انتاج محصول البنجر كنت بقول ان البنجر لا يزهر في مصر ولا ينتج بزور ولذلك يوصى باسترارات تقويبنا الخارج بنستورد البزرة من الخارج طب الاصب انا برضو نفس الحكاية بقولك الاصب لا يزهر في مصر ولا ينتج بزور وقد يزهر في مصر حينما يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة ولكن اظهار عقيمة لا تنتج بزور طب معنى كده ان انا اقولك لو انا بقيمك في سؤال شافوي هقولك احنا بنستورد تقاوي الاصب زي البنجر من الخارج تقول لي لا لان الاصب يزرع بالعقلة ويتكاسب بالعقلة وانا باخد جزء من المحصول بأطعه الى عقل علشان يبقى مصدر لتقاوي للعام القادم بشرط ان يكون من قصب غرس او بكر وهقولك يعني اصب غرس او بكر وبشرط ان يكون من نباتات سليمة خالية من الاصابة الحشرية او المرضية خصوصا البأ الدقيقي على الاصب وبعض الحشرات الاخرى اللي هي زي دودة الاصب الكبيرة التي تحدث انفاق وتؤدي الى تعفن العقل وهدم محتوياتها وبالتالي انا لما باجي اتكلم على الاصب هل هو بيزهر في مصر قد يزهر في مصر حينما يتعرض لدرجات حرارة عالية زي ما كنا بنقول ابناء وبنات في البنجر البنجر لا يزهر في مصر لانه يحتاج الى درجات حرارة منخفضة خد بالك شوف بقى الاصب يحتاج لدرجات حرارة ايه عالية جدا البنجر يحتاج لدرجة حرارة منخفضة جدا علشان كده لا يزهر البنجر والاصب في مصر وان دفع النبات الى التزهير تكون هذه الازهار ازهار عقيمة لا تكون بزور طب السؤال بقى ابناء وبناتي اللي انا عايز اسأله لكم وحنسمع الاجابة منه طب يا طرى طب البنجر انا بستور التقويم من خالي طب القصب لما بقى اعمله عملية اكسار بنعمله عملية اكسار بالعقلة طب لما باجي بقى اطلع اصناف جديدة وعايز احسن من الاصناف ومن التركيب الوراثي لهذه الاصناف طرى اعمل ايه ايه حال عايز اسمع بقى الاجابة احنا قلنا بيتكاثر بالعقلة والعقلة هي جزء من النبات جزء خضر من النبات يبقى بيشبه تماما النبات الاصلي شبيه تماما يقول للام العقلة هي جزء من المجموع الخضري يتم تجهزة لزراعته لما نجي نتكلم على تهجين او الانتخاب او التربية او استنباط اصناف جديدة في الاصب لابد ان يتم ذلك من خلال برامج تربية وبرامج تهجين في التكاثر الجنسي في الموطن الاصلي لهذا المحصول لان احنا هنا ما نقترش نهجن ما بين الاصناف وبعضها احنا هنا بيتكاثر الاصب عندي في مصر بايه بالعقلة لا وانا لما كنت بكلمك ابناء وبناتي بين الفرق بين العقلة والعقدة العقلة هي العبارة عن سلميتين او ثلاثة الى اربع سلميات وبينهما عقد وبراعم دي ايه دي اللي هي الايه العقلة اما العقد هي عبارة عن الفاصل الذي يفصل السلمية عن السلمية الاخرى وعلى كل عقدة يوجد برعم بيتبادل في الجهة ما بين العقدة ديه والعقدة الايه التي تليه يبقى دا الفرق بين ابناء وبناتي بين العقدة وبين العقلة والعقدة العقلة هي مصدر تكاثر القصر نرجع بقى ابناء وبناتي لاشتلاية المعروض قدامنا اللي هي اصناف الاصب اصناف الاصب عندي جيزة تايوان ويزرع منه اغلب المساحة اللي هي احنا قلنا في مصر بيزرع منه مساحة كبيرة هذه المساحة اغلبها صنف جيزة تايوان جيزة طبعا تتركز صناعة الاصب عشان خاطر يبقى كلنا فاهمين ابناء وبناتي القصب تتركز صناعته في زراعته في الوجه القبلي الاصب تتركز زراعته في الوجه الابلي لانه محصول محب لدرجة حرارة طب هل ما فيش زراعة اصب في الوجه البحري توجد مساحات من زراعة الاصب في الوجه البحري ولكن ليس لغرض انتاج السكر لان مصانع السكر بتاعت الاصب بتنتشر في الوجه الايه الابلي طب الاصب في الوجه البحري بيزرع بقى لغرض ايه لغرض العصير وليس لغرض انتاج السكر الصنف الآخر اللي هو صنف جيزة 84 وهناك أصناف أخرى زي جيزة 47 إلى صنف الفلبيني اختلف هذه الأصناف من صنف الآخر إلى لون الساق يبقى لون الساق قد يكون أحمر قد يكون أحمر مخطط بأبيض قد يكون أصفر هذه الاختلافات تتوقف على الصنف الاحتياجات المناخية أبنائي وبناتي زي ما انتم شايفين على الشاشة قدامكم يحتاج الأصب في بداية نموه إلى درجة حرارة 25 إلى 30 درجة مئوية ثم بعد ذلك يحتاج إلى 20 درجة مئوية لتخزين السكر وهذا يتوافق مع الظروف المصري يبقى هنا عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا 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 ومعيار من معايير إنتاج الأصب هل القصب يحتاج إلى درجة حرارة طول موسم النمو؟ بيحتاج إلى درجة حرارة عالية طول موسم النمو أما تخزين السكر في العقد والسلاميات يحتاج إلى درجة حرارة منقفضة اللي هو حوالي 20 درجة مئوية وهذا يتوافق مع الظروف المصرية ليه؟ لأن الأصب يقضي معظم فترته في الأرض خلال موسم الصيف ويتم حصاده خلال شهر يناير أو خلال شهر ديسمبر ويناير من كل عام وهي فترات بتنخفض فيها درجة حرارة مما يساعد على زيادة نسبة السكر في النباتات الطربة المناسبة كل دي أبناء وبناتح لسه ما تكلمناش في المعايير أنا بديك دلوقتي مجموعة من المعارف علشان خاطر تبقى ملم بهذا المحصول قبل ما بنستخدم قبل ما بنعرض المعايير بتاعت يزرع الأصب بالطربة الصفراء الثقيل ولا تنجح زراعته بالأراضي الملحية والرملية لعدم احتفاظ الأرض الرملية بالماء وسهولة رقاد النباتات وانخفاض نسبة السكر طيب متى يزرع الأصب أبنائي وبناتي يقول له الأصب بيتزرع في معادين اتنين في معاد اسمه الزراع الخريفي هذا المعاد دهوت ودي زراع يبقى معظم الأصب بيتزرع في اممكن في زراع النيلي وزراع الخريفي يبقى هنا الزراع الخريفي شهر سبتمبر وأكتوبر ويفضل تحميل الفول البلدي على الأصب على عكس الأمح ليه؟ لأنه بنقول يتميز تحميل الفول البلدي على الأصب بأنه يعمل على زيادة المحصول والتبكير في النضج الانتهاء من موسم الحصاد مبكرا زيادة نسبة السكر يبقى أبنائي وبناتي أما بنتكلم على الزراع الخريفي بنتكلم على أنها بتتم في شهر سبتمبر وأكتوبر وتفضل الزراع الخريفي في هذه الفترة من العام أو في هذا الوقت من العام اللي هو شهر سبتمبر وأكتوبر لأنه بيعمل على زيادة المحصول والتبكير في النضج والانتهاء من موسم الحصاد مبكرا وزيادة نسبة السكر إمكانية خدمة الأصب الخلفة ليه؟ لأن أنا زراعته بدري أنا زراعته شهر سبتمبر وشهر أكتوبر شهر تسعة وشهر عشرة طب المعادل آخر يزرع القصب في شهر يناير إلى شهر مارس ودهت اللي احنا بنسميها بالزراعة الربيعي يبقى الأصب أبنائي وبناتي بيتزرع فين؟ في معادلين اتنين الزراعة في الخريف والزراعة في الربيع وقلنا أن الزراعة في الخريف تتميز عن الزراعة في الربيع لعدة مميزات أن الموسم بتاع النمو بيكون طويل إلى جانب أن النباتات بتاخد حقها من فترة النمو الكافي مما يزيد من المحصول وسهولة مبكر النضج وسهولة خدمة الخلفات بعد أصب الغرس نجي بقى نتكلم على المعايير الخاصة بهذا المخرج علشان نفصل معيار معيار المعيار الأول اللي هو ينفذ زراعة القصب بطريقة الترديم وفقا للتوصيات الفنية أبنائي وبناتي مهم جدا جدا أن إحنا نتكلم على أما نجي نتكلم على طريقة الزراعة يبقى لازم أذكرك بأن خدمة الأرض الزراعية اللي هي وحدة إعداد الأرض للزراعة اللي إحنا خدناها في سنة أولى مطلوبة معاك كمعيار من معايير الزراعة لأن أنا لو أنا جيت ديتك عقلة من عقل الأصب وقلت لك الأصب يتكسر بيه؟ قلت لي بالعقلة يا أستاذ قلت لك دي عقلة؟ أيوة طب يزرع للعقلة دي بطريقة كموب تقولون تي جاي أنت بتدور بالوقت على إيه؟ على أرض تم خدمتها جيدا يعني إحنا وقفين في أرض لم يتم إعداد ولم يتم خدمتها يبقى هنا إحنا ما نقدرش نزرع يبقى هنا وحدة إعداد الأرض للزراعة وخدمة الأرض من ضمن الوحدات المطلوبة كوحدة أو كمتطلبات سابق نبقى الأصب يحتاج إلى خدمة الأرض خدمة جيدة من حرص تزحيف تسوية تخطيط ثم زراعة العقل في هذه الأرض بطريقة الترديم إن إحنا بنوزع العقل على الأرض على مسافات 30 سنط من العقلة والأخرى ثم يتم الترديم على هذه العقل والري وننتظر حتى الإنبات لإجراء عملية الترقيع في حالة وجود إصابة حشرية أدت إلى غياب بعض الجوة يبقى هنا المعيار الأول اللي هو ينفذ زراعة محصول الأصب بطريقة كومومبو أو بطريقة الترديم هذا المعيار يتطلب أنك أنت تكون فاهم أنه لزراعة القصب بطريقة الترديم لا بد من أن تكون قد تم خدمة الأرض خدمة تامة وجيدة لأن إحنا كنا بنتكلم على المجموعة الجزري كنا بنقول أنه ينتشر في مسافة 30 إلى 60 سنط وهذه هي المسافة التي يمكن إجراء عمليات الخدمة عليها لكي ينتشر فيها الجزور ويحصل على كافة احتياجاته من الماء والعناصر الغذائية التي تنعكس بعد كده على النمو الجيد وبالتالي المحصول العالي لما نرجع بقى ونفصل أبناء وبناتي على المعرار الأول اللي هو موجود قدامك ومعروض قدامك على الشاشة اللي هو ينفذ زراعة القصب بطريقة الترديم أو طريقة كومومبو هنا بنقول يتم خدمة الأرض زي ما أنتم شايفين أبناء وبناتي كده على الشاشة يتم خدمة الأرض مع إضافة 30 متر مكعب أو 20 لـ 30 متر مكعب سمات بلدي وينصح بالتسوية بالليزر ثم التخطيط 7 إلى 8 خط في الاثنين أصبة بص أبناء وبناتي هنا الرمز ده هو 7 إلى 8 خه وبعدين الشرطة الميلة دي وبعدين 2 أصبة يعني 7 إلى 8 خطوط في الاثنين أصبة مميزات الزراعة أو مميزات التخطيط الجيد توفير احتياجات النبات من الضوء طبعا النبات تبقى مزروعة على خطوط يبقى هنا بوفر احتياجاتها من الضوء علشان بيبقى في مسافات بين الخط والآخر إلى جانب قلة الأصابة بالثاقبات قلة تعرض النباتات للرقاد وسهولة إجراء العمليات الزراعية وتوفير كمية التقاوي إمكانية تحميل المحاصيل الشتوية وده هنا بيكون موضع سؤال شفوي مميزات سراعة الأصاب بطريقة الترديم على خطوط أول حاجة بنقول توفير التقاوي وتنظيم مسافات الزراعة قلة تعرض النباتات للرقاد لأن ظاهرة الرقاد دي ظاهرة سلبية ومش مطلوبة خالص في محصول الأصاب لأنها بتهدر كمية كبيرة من المحصول وتؤدي إلى ظهور نموات على طول الساق وإذا نمت البراعم ونشطت على الساق تضهرت نسبة السكر في العيدان بعد كده أبناء وبناتي كمية التقاوي اللازمة هي من أربعة أو خمسة إلى ستة طن عقل للفدان يبقى كل فدان يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أربعة إلى ستة طن عقل علشان نزرحهم هذه العقل بتكون بطول خمسين سنطي وكل عقلة تحتوي على ثلاثة إلى أربع عيون ويكون القطع في منتصف السلامية أيوة نجي بقى نتكلم على الصلاة الموجود قدامكو ده أبناء وبناتي ديت زي ما أنا قلت لك قبل كده وإحنا بنعرض الصلاة ده في الأول كنا بنكلم على دي وقلت لك دي العقلة دي كلها اسمها لإيه؟ عقل الأصب وديها اللي هي الوحدة اللي احنا بنزرع بها الأصب اللي هي التقاوي بتاعة الأصب لأن الأصب يتكاسر خضرية وزي ما أنت شايفين أبناء وبناتي قد العقلة هي بتتكون من إيه؟ أدي عقدة عقدة وأدي عقدة ودي اسمها إيه؟ سلامية ودي اسمها إيه؟ سلامية يبقى دي سلاميات وديها تعقل ناخد كده هي الأخرب لنا هي أدي السلاميات هي وأدي السلامية هي وأدي السلامية هي بثلاث سلاميات أو أربع إلى من ثلاثة إلى أربع سلاميات هذه السلاميات بتفصل ما بينها عقد هذه العقد تحمل براعم هذه البراعم هي التي تنتج المحصول بعد كده بصوا كده أبنائي وبناتي لطريقة وضع العقد العقل في التربة أدي الراجل المترع هو شوف ماسك العقلة إزاي شوف طريقة ماسك العقلة هو هو كده ماسكها ليه علشان يخلي البرعم جانبي لأن احنا قلنا أن العقل ده ده هي علاها برعم والبرعم هو لو أنا حطيت البرعم ده لأسفل كده لأسفل الطربة هيبقى هنا في صعوبة لنمو هذا البرعم علشان البرعم بينمو لفوق لسطح الطرب لو أنا حطيت العقلة دية مقلوبة البرعم بتاحها لأسفل دي يتبقى طريقة خطأ يبقى أنا لو اديتك عقلة وقلت لك ازرع للعقلة دية في الخط ده بطريقة الترديم لازم تبص كويس جدا للبرعم وتشوف البرعم ده فين وتبدأ تحط العقلة في الوضع الطبيعي في الأرض وتظهر الأرض بعد ما زرعت بالشكل ده كده أبنائي وبناتي هذه العقلة هيت محطوطة هيت جنب بعضها في الخطوط وبعد كده هنجي فاتحين ايه نفتح هذا الخط علشان نردم على العقل بتاعتي ويبقى دي طريقة الايه؟ طريقة الترديم لما نيجي نتكلم على تقطيع عيدان العقل الأصب الغرس الخالي من الأمراض هنا يجب استبعاد الجزء العلوي والسفلي بآلة حدة وأنا لما أرجع تاني علشان في حتة عداتنا مهمة جدا جدا وهي طريقة قطع العقلة بصوا أبنائي وبناتي شوف العقلة دي العقلة دي كلها مقطوعة منين بصوا كده الجزء ده دي نص السلمية بصوا السلمية دي تاهايه هذه السلمية هي هذه السلمية بنقطع منين بقى؟ من النص كده كده من النص مش بنقطع من عند الايه؟ من عند العقل لأن العقل دي قلنا هي ايه؟ مكان نمو العيون ومكان نمو الجزور يبقى هنا لما نقطع العقل نقطعها منين؟ من النص بآلة حدة ننتقل بعد كده لتجهيز العقل زي بانتوا شايفين أبنائي وبناتي الصلاة ده وضح قدامكم وهوت قدى العقل قدامنا هي وقدى السلمية بالشكل ده والعقل ده هي كل عقل ده بيكون عليها برعم من البرعم الله أيوة كده بصوا كده أبني بصوا كده أبنائي وبناتي هذا الشكل ده هذا البرعم معهم هذا البرعم هو الذي ينشط لتكوين لتكوين النموات اللي هي النموات المحصول عند زراعتها طب العقل بيكون بطول كم؟ بطول 50 إلى 50 سنطي وبتحتوي على 2 إلى 4 عيون أبنائي وبناتي احنا كده بنذكركم بالوحدة الأولى من الوحدات التي يتضمنها برنامج فن إنتاج المحاصيل اللي هو الإطار بتاعك وحدات الفصل الدراسي الثاني الوحدة الأولى وهو وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج أصب السكر خدنا منه معلومات عامة عن الأصب وعرفنا بيتزرع إمتى في مصر وعرفنا أنه هو محصول معمر وهو من المحاصيل الأساسية لإنتاج السكر في مصر إلا أننا بنلجأ إلى التوسع في زراعة محصول البنجر على حساب محصول الأصب ليه؟ لأنه يستهلك كمية مية أقل من الأصب كما أن محصول القصب يمكس في الأرض فترة طويلة حوالي 3 إلى 4 سنوات استعرضنا مع بعض بعد كده أول معيار من معايير زراعة القصب وهو معيار زراعة القصب بطريقة الترديم وعرفنا إيه هي العقلة وإيه هي العقدة والبرعم بيكون فين حتة وعرفنا وضع العقل في الأرض وقلت أن العين لما بتبص فيها بتلاقيها ما تزرحاش أسفل الأرض عشان تغطى عليها لا العين بتبقى إلى أعلى أو جانبية أو إيه؟ أو جانبية الأفضل لأنها تكون جانبية ليه؟ لأن عشان نستفاد من العيون المتبادلة على العقل وبكده نكون أنهينا حلقتنا الحلقة بتاعتنا النهاردة على أمل اللقاء بكم لنستكمل باقي المعايير الخاصة بإنتاج محصول أصب السكر فإلى لقاء قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته